تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الشيكي بيتر بافل وشهد الاتصال تأكيد البلدين حرصهما على تطوير التعاون السنائي على مختلف الأصعادة استناداً للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما كما تناول الاتصال تباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها الأزمة الأوكرانية والتطورات في قطاع غزة حيث أكد رئيس السيسي أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة كما أكد رئيس السيسي ضرورة تخذي خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع والتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ترجمة نانسي قنقر